بسم الله الرحمن الرحيم ولادي وحبيبي طلبة prep 2 هتكمل كلامنا في يونت 2 بعد معرفنا الاتموسفير الكلير هما ايه هنتكلم عن 2 problems موجودة بتواجهنا كلنا كارث على بعضينا كده متنسوش لو دي اول مرة تشوفوا القناة يريد تعملوا subscribe للقناة واتبعونا على التليجرام وعلى الفيسبوك الجروب والبيج هسيب لكم لينكات بتاعتهم في سندوق الوصف تحت الفيديو متنسوش كمان لو استفدتم من القناة تنشروها فبين اصحابكم وحبيبكم ويا سلام بقى لو فرحتوني كمان بلايك على الفيديو وكومنت عليه يلا نبدأ كلامنا عن 2 problems اللي بيواجهوا الارث كلها احنا زي ما اتفقنا حنتكلم في lesson 2 عن مشكلتين ليهم علاقة بالاتموسفير اول مشكلة بنسميها او بنقول عليها erosion في الوزون layer او ممكن ساعات بنسميها الوزون hole يعني الهول اللي حصلت في الوزون والمشكلة التانية عندنا اسمها global warming كلمة global طبعا عارفينها يعني على الارث كلها حاجة عالمية مش عندنا احنا بس warming بتيجي بمعنى دفقة او حرارة فالglobal warming دي اسمها عد عليكم في السوشيال قبل كده اللي هي بتسموها الاحتباس الحراري وحنعرف يعني احتباس دي بالزبط طيب الاتنين اه فينومنا دول الانجرس فينومنا الاتنين دول كل واحدة بيه ليهم ليها علاقة player من اللي تكلمنا عليهم اللي فات يعني مثلا الاروجين اللي حصل في الوزون layer بتحصل في ال layer اللي فيها اوزون layer اللي هي كان اسمها stratosphere طيب والglobal warming دي ليها علاقة temperature لما بتزيد احنا اللي بنحس بيها يبقى ليها علاقة بال layer اللي احنا عايشين فيها اللي هي اسمها troposphere هنبدأ النهاردة كلام عن الاتنين فينومنا دول ايه الريزون لكل واحدة فيهم وايه اللي حيحصل لي يعني لما المشكلة دي تحصل وممكن بالتالي نعرف نعالجهم ونعرف نحل المشكلة دي ازاي هنتكلم النهاردة عن اول مشكلة منهم اللي هي الاروجين في ال اوزون layer الاول كده قبل ما نتكلم عن الاروجين اللي حصل في ال اوزون layer نعرف ونفتكر تاني ايه هي ال اوزون layer احنا كنا المرة اللي فاتت لما تكلمنا عن الاتموسفيرك layer وتكلمنا عن السكند layer بالزبط اللي هي اسمها ستراتوسفير قلنا ان الستراتوسفير دي جواها layer تانية واسمها اوزون layer عشان كده حتى سمينا الستراتوسفير الاوزونيك layer يعني اللي فيها الاوزون layer وكان الثيكنس بتاعها اتفقنا انه هو من 20 ل 40 وكانت بتعمل ايه كانت بتعمل face للالترا فيلو ترادييشن اللي جاية من الصن هي دي اللي بتعمل لها face بتواجهها كده وتتخانق معاها وتخليها ما تدخلش للارض طيب طيب تعالوا نرجع كده نفتكر مكانها فين بالزبط ادي الرسمة حبيبتنا تاني اللي بتوريني الليرز كلهم بالثيكنس بتاعهم اهي الستراتوسفير كانت ما بين 13 و50 واتفقنا ان دي كأنها تدريج مصدر يعني اللي بعد 13 دي 14 وهكذا وقلنا ان من اول 20 لغاية 40 اللير دي اسمها اوزون لير موجودة جوه الستراتوسفير والثيكنس بتاعها قلنا ان هي من 20 لغاية 40 يعني الثيكنس بتاعها 20 كيلو متر دي الاوزون اللير اللي موجودة جوه الستراتوسفير نرجع تاني ونكمل كلام على الاوزون اللير يبقى خلاص افتكرنا خلاص ان هو كان موجود من اول 20 لغاية 40 كيلو متر وكان موجود في اللير اللي اسمها ستراتوسفير وكان بيعمل لنا او بيحمينا بيعمل بروتكت للارث من الالترا فيلو تراديشن اللي جاية من السن طيب الاوزون لير دي الاوزون بتاعها ايه يعني هي كونسيست اوف ايه هي اسمها اوزون لير جواها جاز اسمه اوزون بالمناسبة الاوزون ده انتو خدتوه في برايماري سيكس بس طبعا انا متأكدة ان انتو مش فاكرين حاجة من طيب الاوزون جاز ده كان ابن عم الاوكسجن كان الاوكسجن اسمه يعني كل اوكسجن كونسيست اوف اوكسجن اتم الاوزون ده بقى اسمه يعني كونسيست من اوكسجن اتم اسمه اوزون جاز طيب ازاي اتكون هو الاوكسجن احنا طول عمرنا نعرف ان الاوكسجن اسمه او 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 ده ازاي هنعرف الفورميشن بتاع الاوزون جاز ازاي دلوقتي احنا اتفقنا ان الاوكسجن الطبيعي اللي موجوده هو موجود شكل او يعني او وعمله دابل بوند دابل كوفيلانت بوند مع الاوه التانية اللي حصل ان الالترا فيل تراديشن اللي جاي من الصن دي قدرت انها تكسر الدابل كوفيلانت بوند دي فخلت بقت اوكسجن هنا واوكسجن هنا بس الكلام ده ما تكسرش كل الاوكسجن موليكيول لا استيل فيه اوكسجن موليكيول محافظة على نفسها ولسه اتنين زي ما هم اللي اتنين دول لما لقوا الاوكسجن جاز دي الاوكسجن اتهم دي الوحدها كده يعيني صعبت عليهم فاخدوها معاهم فبدل ما كانت اسمها اوكسجن موليكيول يعني فيها او 2 بقى اسمها اوزون موليكيول وده اللي فيه الاو 3 يعني الحدوتة كلها حصلت على خطوطين او على الستيب الاولانية ان اللي جاية من الصن قدرت ان هي تكسر البوند الدبل كوفيلانت بوند ما بين الاوكسجن موليكيول وبعضه فدتني 2 3 اوكسجن اتهم ادي اوكسجن فري وادي كمان اوكسجن ااتهم فري الاوكسجن الاتهم الفري دول ما يقدر يمش فري على طول لقيت اخوتها اتنين هم توقع ملازقين في بعض فقامت دخلة معاهم ودوني ال اوزون جاز يبقى الاوكسجن جاز موليكيول ابزورب الالترا فيلو ترديش اللي حصل ده لما عملت اتنين اوكسجن ااتهم كل اوكسجن ااتهم ماشية الوحدة ايه دي الايكويشن الاولاني الايكويشن دي سهلة جدا هي عايزة بس تفهم الحدود او تو بالالترا فيلو بقت او بلاس او طيب كل واحدة من دول اسمها فري اوكسجن ااتهم اوكسجن ااتهم وفري كده مش ماشية مع اختها كل واحدة منهم هتعمل مع اوكسجن موليكيول تاني يعني الواحدة او دي هتدخل مع او تو فتديني او ثري اللي هو الاوزون موليكيول بكده اتكون الجاز بتاعنا اللي اسمه الاوزون لو تفتكروا اللي فات كنا بنسأل اشمعنا الاوزون موجودة في الاستراتوسفير اشمعنا من اتفقنا ان هي موجودة في المكان ده بالذات لان ده اللي فيه large amount of oxygen ساعتها مفهمناش اشمعنا الاوكسجن وقلنا اصله بس الاوزون جاز ده بيتكون اصلا من اوكسجن قدين افهمنا بقى الحدوتة حصلت هنا ليه وشمعنا المكان ده بالذات اللي تكونت في الاوزون لير لان ده اللي فيه اوكسجن كتير والاوكسجن ده هو اللي بيعمل لنا والاوزون جاز اللي بيكون لي الاوزون لير يبقى دلوقتي احنا عرفنا ايه هو الاوزون جاز والستراكشور بتاعه وازاي الاوزون جاز ده تكون تعالوا نفتكر بقى الثيكنس بتاعها كان كام ونعرف كلمة جديدة علينا بس مهمة قوي ان احنا نفهمها احنا خلاص عرفنا ان هي موجودة من يعني الثيكنس بتاعها 20 كيلومتر جالنا ساينتست بقى اسمه دوب سن دوب سن دوب سن ده قالك لا 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 انا مش هقدر اتكلم عن جاز متبعتر كده في 20 كيلومتر انا الجاز ده هتخيل كده ان انا عملتله كومبريست ضغط وكده في بعض وعلشان اعرف اعمله زي ماما كده تبقى عايزة تخزن اللحاف او البطانية بتاعت الشتاء فتحطها في الكيس وتقوم شفط الهوى اللي في كيس ده بالمكنسة فتلاقي الحجم بتاع البطانية او اللحاف صغرت خالص مع انها في الحقيقة مش كده وحصل كده ليه علشان ماما ضغطته وخليته يدخل في المكان ده هي نفس الفكرة الراجل ده خمن او تخيل ان انا حضغط 20 كيلومتر دول اللي فيهم شوية اوزون جاز متبعترين في كل حتة بعد ما عملوهم وضغطهم الداني 3 مليمتر بس يعني كل الفيلم ده كل الهوجة دي على 3 مليمتر بس ده ايه الدابسون دي يونة جديدة خالص اكتشفها الساينتست دابسون لللينز او ثيكنس بتاع الاوزون وقال لك على قد 3 مليمتر دول علشان مش هعرف اتكلم فيهم لانهم صغيرين مش هعرف اقول 3 اه ونقص 0.001 فالدبليشن او الدكريز اللي حصل فيها قد كده هيبقى ارقام صغيرة قوي والدسيمال هتبهدلنا فعمل ايه قال لك بس خلاص انا كل 1 ملي هخمنه او هعمله اسيوم هفترض عنه بهو بون هندرد يعني كل 1 مليمتر ما الثاكنس ده بون هندرد من اليونت الجديدة اللي سماها على اسمه دوبسون طب هي ما فيهاش 1 مليمتر دي فيها 3 مليمتر يبقى خلاص الاكويفلنت بتاعها هيبقى 300 دوبسون وهي دي فعلا النورمال ديجري بتاعته الازون يبقى نحكي الحدوتة كده من الاول تاني انا الثاكنس بتاع الاوزون الحقيقي اللي موجود كله على بعده 20 يعني عندي شوية اوزون متبعترين في التوينتي في التوينتي كيلو متر سوري 20 كيلو متر من اللير دي جي الراجل اللي اسمه دوبسون وخمن او افترض انه هو عملهم كومبريست انه هو ضغطهم كده على بعض فاداني الثاكنس السغنون ده 3 مليمتر بعد ما عمله كومبريست لقى الثري دي سغنانة قوي يعني ايه يعني مش هينفع اشتغل بيه انا عايز اكبرها شوية قالك خلاص انا هخلي كل ون مليمتر ب 100 دوبس هما 3 مليمتر فيبقى عندي الاكويفلنت بتاعهم 300 دوبس تمام كده طيب الدوبسون دي ايه تاني دي اللي بنقيس بيها الاوزون لير بس يعني حضرتك ما تقدرش تقول لي انا حقيس اللينس بتاعي الكتاب بتاعي بالدوبسون لأ حضرتك انت بتقيس بقى بالمليمتر والميتر والحواديد دي الدوبسون دي مخصصة بس للأوزون لير مهمة قوي نفهم حدوتة الدوبسون دي جات منين الدوبسون ده اسم الساينتست في الثلاثة مليمتر دول بس وعوض عن كل مليمتر بون هندرد دوبسون فبقى الأوزون لير كلها على بعد كده تري هندرد دوبسون تعالوا بقى نشوف هي الأوزون لير دي عمالين بتقول ان هي فيس الالترا فيلو تراديشن والمرة اللي فاتت تقولي بروتكت الايرث من الالترا فيلو تراديشن هي الالترا مشET دي يعني حاجة وحشة ولا حاجة حلو تعالوا نشوف ايه هي الالترا فيلو تراديشن وايه هي الطايبس بتاعة الالترا فيلو تراديشن في الحقيقة احنا عندنا ثري طايب من الالترا فيلو تراديشن اللي احنا بنتكلم عليها من اول جهة كل طايب فيهم مختلف عن التاني في حاجة اسمها الويف لانز والرينج of penetration. يعني ايه الوافلانس? احنا عارفين ان الالترا فيل تراديشن دي ويف. زي اي ويف خدناها قبل كده. او سمعنا عناها السنة اللي فاتت. الواف دي بيبقى ليها ويفلانس. بيبقى ليها طول. كل ويف بيبقى ليها طول. الوافلانس ده هناخده بالتفصيل بازن الله اه في طيب. الوافلانس بتاع كل مختلف عن الطيب التان. وكمان يعني ايه? يعني الحبة اللي بتخليها تعدي. ايه ده? هي الالترا فيل تراديشن دي بتعدي اصلا? او الالترا فيل تراديشن دي في الحقيقة تلات انواع. في نوعين منهم وحشين قوي. فمش بيعدوا. في واحد بقى ما بيعديش خالص. واحد بيعدي بريشي صغيرة خالص. وفي واحد كويس ما عنديش مشكلة معاه. فده هيدخل لي عادي مش هيقزين. يبقى تاني. هما كام طايب? هما ثري طايبس. مختلفين عن بعض في ايه? مختلفين عن البعض في الوافلانس وعن وفيه الرينج اوف بنتراشو. قدي ايه منهم بيدخل الارث. الوافلانس ده فهمناه. انه هو اللنس بتاع الواف. اللي هو هنفهمه بالتفصيل في السكند تور. طب اليونت بتاعها الواف لانس هو لانس. فانا النورمال كده كنت حقيسه بالميتر او السنتيميتر. بس في الحقيقة هو صغير قوي. فولا حينفع بقى معانا. ولا ميتر. ولا سنتيميتر. انا هطلع له بيونت جديدة اسمها نانوميتر. اسمها ايه? اسمها نانوميتر. كل وان نانوميتر ايكوال وان باي تين باور نيجاتيف ناين ميتر. يبقى انا الحد دلوقتي خدنا اتنين يونت جداد يا شباب. يونت اسمها نانوميتر اهي قلناها دي بتاعت الوافلانس. ويونت اسمها بيكو ميتر لو تفتكروا. البيكو ميتر دي كانت بتاعت الاتوميك سايز بتاع الاتوم اللي خدناها في يونت 1. طيب. يبقى خلاص عرفنا انه هم مختلفين في الحاجتين دول. في الوافلانس والرينج أوف بنتريشن. تعالي ناخدهم بقى بالترتيب. اول واحدة اسمها الفار. فار دي شبه كلمة فار. فار اللي هو اللي بنخاف منه ده. وحقيقي دي وحشة. وحشة زي الفار بالزبط. فدي ربنا خلقها ما تخشش خالص. دونت بنتريد. الاوزون لير ما تدخلهاش بالمرة. ليه? عشان هي وحشة. هي هارمفول. طيب. يبقى خلاص عرفنا ان الفار وحش فما بيخشش. فار دونت بنتريد وهارمفول. طيب. حتتعب معي بقى ونحفظ الوافلانس. بس احنا مرتبنهم من الصغية اللي الكبير. فانت اول واحدة عندك. هتبدأ من وان هندرد وتبدأ تكبر شوي. من وان هندرد لتو هندرد ايتي. دي الوافلانس بتاعه. يعني اي الترا فيلوت راديشن. الوافلانس بتاعه. من وان هندرد لتو هندرد ايتي. دي فار الترا فيلوت. والفار دي هارمفول راديشن. فالاوزون هتعمل فيها ايه? دونت بنتريد باي وان هندرد برسند. مش هتدخل خالص. اللي هي عندك في الرسمة الحامرة دي. اللي لونها احمر اللي مسميها سي. اهو بص عدت كده اصلت للاوزون لير. مفيش ولا فتفوتة منها عدت بعد الاوزون لير. ما دخلتش خالص عشان كده بنقول دونت بنتريد باي وان هندرد. طيب. تعالوا نشوف التانية. احنا خلاص ماشيين بالترديب. احنا مسكنا المسطرة من الاول. وان هندرد لتو هندرد ايتي. بعد كده حبدأ من تو هندرد ايتي لثري هندرد ففتين. ودي هي هارمفول برضو. بس في حبة منهم بيعدوا كده. فلتت من الاوزون. بدأ المكان وان هندرد دونت بنتريد. لا. هي ناينتي فايف دونت بنتريد. علشان كده بيجي لخبطك يقول لك كام بنتريد. مش دونت بنتريد بقى. ولو قال لك دونت بنتريد خلاص. ناينتي فايف دونت بنتريد. لكن كام بنتريد كام بيعدي. هي الفايف بس اللي بقيا هن. الفايف بس اللي بتعمل بنتريد. يبقى لو سألني دونت بنتريد ناينتي فايف. لو سألني بنتريد الميديم بيعدي منها فايف برسنتج بس. وهي برضو دي اللي هي عندنا في الشكل هنا الشكل التاني اللون مش عارفة هو لون ايه بس هو ما بين الريد والاورنج يعني مش بطيخة يا مش بطيخة ايه دي دخل منها قد كده هو طلع او عدى منها من الناحية التانية بارت صغير خالص اللي هو تالت نوع ده بصوا دخل قد ايه وعد الناحية التانية عادي خالص ده النير بقى ده الطيب بقى ده الغالبين ده من سري هاندرد ففتين ما انا مخلصة هنا عند سري هاندرد ففتين لغاية فور هاندرد وده كله بيدخل بنتريت باي وان هاندرد ده يوسفل جدا ده مفيد ده اللي بيساعد جسمنا انه هو يكبر اكتر اه 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 لما يبقى عظمك واجعك شوية الدكتور يقول لك ايه لا احنا لازم نقعد في الشمس شوية لازم نتعرض للشمس علشان ناخد فيتامين دي دي بقى الحاجات دي اللي مفيدة لينا اللي هي النير ألترا فيلوت علشان كده ربنا خلاها تدخل لنا كلها يبقى نفتكرهم تاني الفار والميديم اللي اتنين هارمفل بس الفار هارمفل قوي فعشان كده دونت بنتريت خالص والميديم هارمفل برضو دونت بنتريت باي نينتي فايف والنير ده اليوسفل بتاعنا وده بنتريت باي وان هندرد واتفقنا النمبرز بتاعهم ماشين من الاول وان هندرد لتو هندرد ايتي وبعدين من تو هندرد ايتي لثري هندرد ففتين وبعدين ثري هندرد ففتين لغاية الفور هندرد وبكده عرفنا اكتر عن الاوزون لير وعرفنا كمان اكتر عن الالترا فيلوت راديشن وايه الفروق ما بينهم وايه هي الطايب سي بتاعتهم نفتكر تاني الفور والميديم والنير في منهم واحدة يوسفل ودي كلها بتدخل ودي نير اما الفور الشرير ده فدونت بنتريت لانها هارمفول والميديم في 5 بيرسنتج بس هما اللي بنتريت والنينتي 5 بيرسنتج لأ علشان الفور والميديم دول هارمفول للايرث لايف طيب ما اختلفنيش بعد كده بقى عايزين نفهم ايه المشكلة اللي حصلت في الاوزون لير ويعني ايه كلمة ايروجين اوف اوزون لير ده اللي حنعرفه بالتفصيل في الفيديو الجاي ذكروا كويس واتمنى لكم كل التوفيق